الحانو بنتابع بشغف والحانو المصريين بيتابعوا لأنه في تكريمات لكوادر مصرية كبيرة بتحصل في الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب واللي هو وجهة ثقافية عالمية رائدة في صناعة النشر واللي بتستمر فعلياته من يوم 22 لحد يوم 28 مايو في مشاركة تقريباً 85 دولة داخل المعرض وقلل الأيام اللي فاتت شفنا فعليات عديدة خاصة بالكتاب وخاصة بكل المبدعين والفنانين والكتاب المصريين يمكن تابعنا لقطات من ندوة الفنان أحمد أمين وكان معاه الفنان كريم فهمي وكمان كان فيه تكريم للنشرة فاطمة البودي بفزها بجائزة الشيخ زايد الكتاب وكمان تابعنا جميعاً وسعيدنا جميعاً للموسيقار العظيم عمر خيرت بجائزة شخصية العام الثقافية وناس تبعت بشكل كبير جداً جداً هذه الفعالية واحتفلت بيها على مواقع التواصل الاجتماعي وشفنا الصور وشفنا الفعاليات اللي بتحصل هناك حانو بنسعد بكوادرنا المصرية اللي هي قوة مصر النعمة بوجودها في كل دولة عربية وفي كل دولة أجنبية لأنه بالتأكيد ده حضور مصري مشرف يهمنا جميعاً بكرة بإذن الله كمان فيه فعاليات مهمة داخل المعرض فيه احتفالية بعنوان مبسوطين ودي بيحييها الفنان الكبير علي الحجار كمان دي جاية لإحياء سيرة الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنة ترجمة نانسي قنقر